موسيقى مساء الخير أحبائي وعزائي الدين لله والحب للجميع عشر فنانين تزوجوا رغم اختلاف الديانة الدين لله والحب للجميع شعار رفعه عدداً مشاهير الفن في ارتباطهم بشريك حياتهم إن كان مختلف معهم في الديانة فات الحمامة وعمر الشريف قصة الحب الشهيرة التي جمع بين الفنان الراحلة فات الحمامة والفنان عمر الشريف وجهتها بعض الصعبات حيث كان الفنان الراحل عمر الشريف في دين بالمسيحية إلا أنه اعتقنق الإسلام وتزوج من فات الحمامة سنة 1974 ليلة مراد وأنور وجدي اتخذت الفنان الراحلة ليلة مراد قراروها بالتخلي عن ديانتها اليهودية أثناء زواجها من الفنان أنور وجدي واستمرت الراحلة على ديانة الإسلام أيضاً بعد انفصالها عن الفنان الراحل أنور وجدي تخلت الفنان الراحلة صباح عن الديانة المسيحية واعتنقت الإسلام للزواج من المزيع أحمد صراج ولكنها عادت المسيحية مرة أخرى بعد الانفصال سميرة أحمد قرر المنتج سوق غطاس التخلي عن دياناته المسيحية حتى يستطيع الزواج من الفنان القادير سميرة أحمد مايا دياب وعباس ناصر تحدث اللبنانية مايا دياب الجميع وتزوجت من رجل الأعمال الشهير عباس ناصر المسلم رغم اختلاف الديانة وأنجبت منه طفلتها قاي قبل أن يحدث الانفصال في عام الفين وخمستاشر لميس جابر ويحيى الفقراني تزوج النجم يحيى الفقراني المسلم من السيناريست لميس جابر المسيحية وصرح الفقراني أكثر من مرة بأنه لم يجد أي معارضة من الجانب أسرته للزواج من فتاة مسيحية كانت زميلته في كلية الطب تعرف عليها الفقراني في أحد الأيام بكلية الطب على المسرح الجامعي عندما كان يعرض مسرحية براند شو عاصي الحلاني وكوليد بوليس المطرب اللبناني عاصي الحلاني وتزوج من ملك الجمال لبناني السابقة كوليد بوليس وأنجبت منه ابن أول سلاسة مارينا ودانا الوليد رغم أنه يدين الإسلام وهي تدين المسيحية التقت الفنانة لبنى عبد العديد الأول مرة بالمنتج رمسيس نجيب عام 1957 ووقع في غرامها سريعا وعرض عليها الزواج إلا أن هذا الزواج تطلب من رمسيس نجيب أن يتخلى عن دياناته المسيحية ليتزوج من لبنى سر وخطاب وأسامة فوزي غير المخرج أسامة فوزي الديانة من المسيحية إلى الإسلام في أواخر التسامة يتزوج من الفنانة سر وخطاب والذين بدأت علاقته في عام 1996 بعد إخراجه لبنى عفريض الأسفل وفاء الكلاني المزيعة وفاء الكلاني تزوجت في عام 2008 من توني مخايل رغم أنه مسيحي وكانت وفاء قد تعرضت أو تعرفت علي أثناء عملها في قناة ERT واستورت علاقتهما التي بدأت بصداقة إلى أن تحولت إلى علاقة حب فكررت الزواج وتخطى العقبات التي وجهتها بالزواج المدني وأنجبت منه ابنتيها جودي وريان أحليس كثيرة وكلام كثير وهناك من يعلن الإسلام وهناك من يعلن المسيحية ولكن شعارهم الفنانين الدين لله والحب للجميع عشر فنانين تزوجوا رخم اختلاف الديانات أمور عجيبة وأمور غريبة تحدث بين الفنانين ولكن ليس لنا دخل آخر في هذه الأمور كل شخص لو يحق يعفى عن ما يفعل ولكن نطلب من الله أن يعفو مصر من الغلاء والوباء وأن يعطينا السلام ويعطينا الحب وانتظر معنا فيديو أقوى وأقوى شكرا لكم أحبائي وعزائي ولكم من الحب والتغيير وسلام الرب يكون معكم أمين لا تنسوا وهنا أيضا انتظر معي فيديو قوي جدا جدا لجميع المسحيين بشرة صار لجميع المسحيين لدي الفئات لن تتوقع ما يحدث من الدولة لصالح المسحيين المسحيين عفوا شكرا لكم أحبائي وإسمع الفيديو وان شاء الله هتكون سعيد ومعصود سبع الخير أحبائي وعزائي كل عام وأنتم بخير مع قناتكم من قناة الملكة والأمين خبر جميل وخبر مفرح إعانة مادية لجميع المسحيين للمسحية المنفصلة دون طلاق كنسي طبق التفاصيل بتقول إيه حدد مشروع قانون التضامن الضمان الاجتماعي والدعم النقضي والمكرر يناقش في مجلس النواب في جلسته العامة بعد موافقة عليه لجنة التضامن الاجتماعي في وقت سابق وقال الإبام الفئات المستحقة للدعم النقضي تكافل وكرامة وكان من بينهما المرأة المسيحية المنفصلة بدون طلاق كنسي وجاءت المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المرأة المنفصلة المستحقة للدعم بإنها المسيحية المنفصلة عن جزها وما طلقتش طلاق كنسي ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها معرفش هي الرئاسة الدينية بس يعني ما عليناها وفي السياق ذاته تتجه الدولة المصرية في هذه الفترة لتقنين أوضاع الأسرة المصرية وكذلك توفير الدعم اللازم للمستحقين من أجل تحقيق حياة كريمة له أما بالنسبة للإخوة المسيحيين وحدد مشروع القانون الذي وفقت عليه لجنة التضامن أن يشمل الدعم النقدي تكابل وكرامة أسرة مجهولة العائل التي هاجرها عائلها أو غير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر ومزبوط بذلك بمحضر من قيم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية جبقا لتعريفات والأحكام العامة للقانون والضمان الاجتماعي والدعم النقدي من باب الأولى كذلك يعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وبقى الأحكام وهذا القانون من المصرفات الدراسية والرسوم مجموعات التأوية المدرسية والمصرفات الدراسية بالجامعات الحكومية وما تقرره لوزارة المختصة بالتربية والتعليم الفني والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصرفات كما يقوم لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعوضية ملائمة تيسل لهم عملية استكمال تعليمهم حالة إصاباتهم بأي نوع من النوع على الإعاقة وبقى الأحكام المادة 22 من القانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ألف مبروك للإخوة المسيحيين شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني كل الحب والتغطير شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم